طيب طرف المباراة النهائية بعد لقاء الزهاب للأهل مع الترجي والوداد مع سانداونز شوفنا مبارح مباراة الوداد و سانداونز ناس كتيرة ممكن تكون مختلفة على فكرة وجهات النظر هل التعادل السلبي ده ممكن يخدم سانداونز أكتر؟ هل ممكن يكون إيجابي أكتر لفريق الوداد؟ أنا هتكلم كلغة أرقام يعني أنا بالنسبة لي الكورة دايماً ما فيهاش منطق دايماً الكورة لعبة الله منطق على فكرة يعني ميزة الكورة كلعبة شعبية الأولى على مستوى العالم إن هي لعبة ما بتؤمنش أبداً بالأوراق والحسابات ومين أفضل ومين أضعف لا خالص الكورة دايماً فيها إلا منطق اللي حصل في ماتشن بارح سفر سفر قد يكون إيجابي للوداد الرياضي المغربي لأن فشل سانداونز في إحراز هدف خارج ملعبه دي ما حصلتش في البطولة منذ حوالي أربع خمس شهور يعني كل مباراة خارج ملعبه بيحرز أهداف إذا ما كسبش بيتعادل إذا ما كسبش بيتعادل ما بيخسرش وممكن بيحرز أهداف خارج ملعبه بهدف واثنين واربعة وحصلت يعني حصلت أحرازه أهداف خارج ملعبهم بنتاج كبيرة أبرزها يعني ماتش شباب بلوزداد وشباب بلوزداد منافس قوي في دورة أبطال إفريقيا كزموا في الجزائر أربعة لما جي لعب مع الأهل هنا حتى في دورة أبطال إفريقيا في دور المجموعات أحرز هدفين فالنقطة الإيجابية اللي ممكن تكون في صالح الوداد أنه ما دخلش مرمى هدف ولكن في لقاء العودة في بريتوريا بالمناسبة لمباراة تتلعب الساعة الثلاثة العصر يوم الساعة أربعة الساعة أربعة العصر بالتوقيت الصيف الجديد في مصر هيبقى الساعة أربعة العصر يوم السبت اللي جاي إن شاء الله بتوقيت القاهرة فساندونز على ملعبه بيكسب وبيعمل نتاج كبيرة ولكن عنده مشكلة بيدخل مرمى أهداف وعلى الأقل من هدف إلى هدفين هل ده ممكن يكون نقطة إيجابية في صالح الوداد؟ هنشوف السبت الجاي فهي مسألة نسبية في ناس شايفة إن تعادل الوداد ده خلاص أفقد فرص التأهل وفي ناس شايفة وأنا منهم إن النسبة متقربة وتكاد تكون الليوداد نسبته أعلى بسيط بحاجات بسيطة إذا قدر يحرز هدف في لقاء العودة حالتي الطرد اللي حاصرت في فريق ساندونز هيكون مؤثرين جدا في طريقة لعب الفريق مع أفقار واستراتيجية رولاني ميكوينة المدير الفني لساندونز لأنه بيعتمد دايما على اللاعب رقم 35 ميكوينة في وسط الملعب الهجومي وبيعتمد دايما على اللاعب رقم 11 مرسله في التغيرات اللي بيتم في بعض المباريات في الفترة الأخيرة لعيب سريع العيب محواري بيقدر بيعمل تريبل لو بيرقص وبيروح على الجون فممكن تكون حالتي الطرد دول مؤثرين بشكل كبير لفريق ساندونز بالمناسبة اللاعب اللي اضطردت في مطش الوداد مبارح وساندونز هيغيبوا عن لقاء الإياب في الدور نصف النهائي وفي حال تأهل ساندونز للفاينال هيغيبوا عن لقاء الزهاب لأن الطرد بسبب العنف هيكون فيه إيقاف مباراتين طبقا طبعا للقرار الانضباطي اللي موجود في اللايحة طيب حاجة تانية والناس كتيرة عمالة تسأل أنا عارف أني لسه فيها شوية وقت ومش حابب أتكلم فيها يعني غير لما أنا عد مبارات الجمعة اللي جاية ولكن من بدر كده عشان الناس عمالة تسأل مطش الأهلي لو وصل الفاينال هيلاعب ساندونز في بريتوريا الساعة أربعة العصر ولا المطش هيتلاعب بالليل هو في التوقيت الصفي دلوقتي المطشات بقت ساعة أربعة سبعة عشر ما فيش تلاتة ستة تسعة خلاص اتغارة الموعيد بقت أربعة سبعة عشر انبارح أنا سألت بعد نتيجة مباراة الوداد وساندونز هل ممكن الفريد جنوب إفريق لما يلعب فينا على أرضه لو وصل ممكن يواجه الأهلي الساعة أربعة العصر بتوقيت القاهرة اتقل لي بنسبة تتخطى التسعين في المية لأسباب ممكن البعض شايفة أن هي لأسباب تسوقية ما تنفعش لأن المطش ده هيب الساعة واحدة بتوقيت جرينيش فلما تيجي تبص على إذاعة المباراة في العديد من دول العالم أو في قرات أخرى تسوقيا ممكن المباراة ما تجيبش متابعة جيدة لأن التوقيت ده في بعض الدول أو في بعض القرات التانية مش هيبقى إيجابي للقرات الأفريقية ولكن داخل في الأمور دي تفاصيل تانية متعلقة بإقامة المباراة في جنوب إفريقيا تحديدا وتحديدا في بريتوريا أمور ليها علاقة بقى بالأمور اللوجستية في المدينة نفسها أمور ليها علاقة بحالة الجو أمور ليها علاقة بالتأمين تفاصيل كتيرة دخلها في إقامة مباراة نهائي دور الأبطال لو سانداونز وصل فينال هيلعب الساعة 4 العصر ولا ممكن يلعب الساعة 7 بالليل فكرة 10 بالليل دي مستحيلة يعني 4 العصر يقام الساعة 7 بالليل ده هنعرفه خلال الأسبوع اللي جاي بعد تحديد أطراف المورنية ولكن اللي تقلي نصاً بنسبة أكتر من 90% المباراة تلاقي بالساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة اللي هتكون حوالي الساعة أعتقد واحدة بتوقيت جيرينش دي كانت أبرز التفاصيل اللي كنت عايز أتكلم فيها على مباراة العودة مع الترجي على الحضور الجماهير وإن لا يحصل الأسبوع اللي احنا فيه وكمان على طرف المباراة النهائية ولقاء الوداد وصانداونز نخرج الأفضل